اهلا بحضراتكم من جديد برونزية كأس العالم الأندية وايضا كأس مصر من هنا لازم نقول لمسيماني شكرا وحتى لو المدرب جه ومر النادي الأهلي وما انجسش دايما عادت النادي الأهلي انه بيقول شكرا للمدربين وبيكون فيه احتفالية ومبارح شفنا الصفحة الرسمية للنادي الأهلي وهي بتقدم الشكر لمسيماني وشفنا بعدها كلمات مسيماني وهو بيشكر النادي الأهلي هي دي العلاقة اللي دايما بتدوم بين المدربين وبين الاهلي او بين الاهلي وبين المدربين ده شكر الصفحة الرسمية لمسيماني وايضا شفنا برح بيتسو مسيماني وهو بيرد الشكر للنادي الاهلي وجماهيره مجرس ادارته والكابتن ايضا كمان محمود الخطيب ومسيماني يعني قال الحمد لله شكرا نادي القرن الافضل في القرن شكرا على الفرصة والتاريخ لقد منحتني الحب وهتفت باسمي ونحتني اقصى درجات الاحترام ان شاء الله نلتقي مرة اخرى مجلس محترف فريق رائع جماهير مزهلة وهو ده العهد اللي دايما بين النادي الاهلي وبين كل المدربين اللي اشتغلوا في النادي الاهلي بس النادي الاهلي دايما فيه سوابت بحب اطمن جمهور النادي الاهلي فيه لعيبة كبيرة لعيبة كانت اساسية راحلت عن النادي الاهلي وفضل النادي الاهلي ماشي في الخط بتاعه تحقيق البطولات كانت لعبة مهمة والناس كان عندها القلق وكانت القانة شوية لكن النادي الاهلي هو ده عظمة النادي الاهلي العمل داخل النادي الاهلي دايما بيخلق النجاح شوفوا منظومة نبتدها من جمهور النادي الاهلي المساند دايما والداعم والقوي واللي فاهم مجلس ادارة دايما مساند ومدعم وعلى رأسه كابت المحمود الخطيب اللي كان اهم عوامل النجاح مع مستر موسيماني في الفترة اللي اشتغل فيها رغم ظروف الصحية كنا بنشوفه موجود معاه في السفريات وفي مبارات المهمة والدعم وموجود معاه في التدريب هو ده منظومة النادي الاهلي منظومة تنجح اي مدرب الناس كانت قال أنا لما فيلر اول ما جه لا عايزين مدرب اسم كبير وشافت فيلر والناس بدأت تصق في فيلر هو ده دارة النادي الاهلي من هنا لازم جماهير تصق في دارة النادي الاهلي في اختياراتها في شغلها القرار بتاع النادي الاهلي ما بيطلعش فجأة لا قرار بيكون مدروس ودايما حطه تحت الكلمة دي وخلي بالكوا منها النادي الاهلي دايما عامل حسابه لخطوات قدام الناد الأهلي دايماً عامل حسابه لخطوات قدام علشان كده ده الشكل اللي كنا أو دايماً معتدين عليه دايماً الناد الأهلي بينهي العلاقة مع المدربين من جانب الناد الأهلي أو من جانب بيتسو موسيمان دلوقتي بقى عندنا مدير فني مؤقت الكابت نسامي قمصان واحد من أبناء الناد الأهلي واحد من المحبين للناد الأهلي اشتغل خلال الفترة السابقة إن شاء الله بنتمنى له كل التوفيق كل جماهير الناد الأهلي وكل الناس داعمين لي شفنا كابتن محمد شرف وهنا كان برنامج الأشبال لما كنا بنتكلم ونقول ونسلط الضوء على اللعبة اللي احنا شفناها خلال الفترة السابقة كان قابلها الدكتور أحمد أبو عبلا اللي بقى أصبح طبيب الفريق ودلوقتي من الأجهزة الفنية كابتن محمد شرف واحد من المدربين الكف واحد من المدربين الكف داخل قطاع النشيء بالناد الأهلي تم تصعيده نتمنى له أيضاً التوفيق النهاردة كمان كعادة الكابتن محمود الخطيب تواجده في التمرين النهاردة مع اللاعبين مع الكابتن سامي أمصان وكابتن محمد شرف وميشيل يانكوني اللي أنا بقول عليه واحد أصبح خلاص يعني من المحبين والعاشقين للناد الأهلي هذا الرجل لما جي فايلر ومشي وهو استمر ومسيماني ورحل وهو مستمر ميشيل يانكوني واحد اللي عمل طفرة في حراس المرمى بالناد الأهلي في مستوى الحراس بنشوف محمد الشناوي الأفضل في أفريقيا وبنشوف مصطفى شوبر أيضاً واحد من الحراس الصعادين الوعيدين ده تواجد الكابتن محمود الخطيب اليوم مع اللاعبين ومع جهاز الفني ورسائل مهمة وهو ده دور النادي الأهلي دور العمل المؤسسي دور المنظومة المؤسسية اللي ما بتقومش على فرد لما بنقول النادي الأهلي بنقول عمل مؤسسي مجلس إدارة جماهير لاعبين أجهزة فئنية علشان كده دايماً حتى لما بيكون في وقت صعب في النادي الأهلي دايماً بتشوف نجاح هو ده عظمة النادي الأهلي اتمنى لكابتن سامي أمصان كل التوفيق عندنا بكرة مباراة مهمة احنا مش هنفكر في مباراة الزمالك احنا بسه عندنا بكرة مباراة بتلت نقاط زيها شأنها شأن مباراة الزمالك لكن بنفكر خطوة بخطوة بكرة كل الدعم للعيبة ان شاء الله نعمل مباراة نقدر نكسب بيها والوقت ده المهم التلت نقاط في الدور الممتاز يعني مش مهم النهاردة ان انا بدور اه طبعاً لو انا قدت أداء وكرة حلوة مع نتيجة بيديني السقة لكن المهم دلوقتي عشان اكمل مشواري في الدوري التلت نقاط هم المهمين جداً كل التوفيق اللعيبة اللي هتكون موجودة وهنشوف بكرة لعيبة شباب زي ما شفنا فيه مباراة الكأس السابقة المصري بالسلوم شفنا مصطفى شبير وشفنا احمد نبيل كوكا ما شاء الله كان فيه مكاسب زياد طارق ما شاء الله برضو يعني لعب او خدم مساحة كبيرة فنتمنى ان شاء الله كل اللعيبة سواء الدرجة الاولى او الناشئين اللي هتشارك بكرة كل التوفيق ليهم